من الجانب الرئيسي ننتقل إلى برنامج حديث المساء وما زلنا مستمرين في البرنامج التحولت مدينة خرفكان إلى مقصد رئيسي للسياحة الداخلية في المنطقة الشرقية وذلك ما تتمتع به من مرافق ومعالم سياحية تجذب وتخدم كل الزائرين ومنها كورنيش خرفكان الذي يعد وجهة مثالية للسياحة والترفي نتابع التفاصيل في التقليل الآتي ولنعودة لحظات تغمرها السعادة وأجواء تستأنس بها النفس شاطئ مميز يأسر القلوب بجماله يرتاده الكبار والصغار ويقضون به وقتا لا مثيل له شاطئ مدينة خرفكان شاطئ جميل بكل ما يحتوي عليه من مرافق تناسب جميع الفئات العمرية وتجعل وقتك فيه أكثر متعة ومرحا مناظر خلابة تعزز شعورك بالسعادة والاسترخاء على رماله الصفراء يعد هذا الشاطئ وجهة مناسبة لجميع الفئات العمرية فللأطفال نصيب من المتعة بالألعاب المتوافرة فيه وكذلك يمكنك الاستمتاع بتذوق أشهى المأكلات والمشروبات فالمقاهي منتشرة فيه لتتناسب مع جميع الأذواق يتميز هذا الشاطئ بأنه مقصد لمحبي الرياضات المختلفة فيمكنك ممارسة العديد من الرياضات المتنوعة لتوافر الملاعب المجهزة بأعلى معايير الجودة والسلامة يمنحك شاطئ مدينة خورفكان تجربة لا مثيل لها بمرافقه الخدمية وأنشطته الرياضية والسياحية فيضمن لك تجربة استثنائية عدنا أعزائي مشاهدين وما زلنا مستمرين في برنامج حديث المساء أصبحت مهارة الذكاء العاطفي تحظى باهتمام متزايد في أيامنا هذه لأن لها قوة تأثير ومن يمتلكها يستطيع التغلب على التعقيدات الاجتماعية المحيطة بإن كانت المحيط الأسري أو مكان العمل أو حتى الدراسة ولكي تكون عزيزي المشاهد أكثر ذكاء في تعاملاتك مع الغير سنعرض عليك اليوم أهم الطرق والخطوات المنهجية للذكاء العاطفي مع المدربة وفي التنمية البشرية لأستاذة نورة إبراهيم القصير مساء الخير أستاذة نورة نستكمل هذه السلسلة الممتدة بإذن الله في برنامج حديث المساء اليوم نتحدث عن الذكاء العاطفي الحقيقة مثل ذكات المقدمة أصبح موضوع الذكاء العاطفي منتشر وله أهمية وكثير من الأشخاص أصبحوا يبحثون عن موضوع الذكاء العاطفي لكن اليوم نحن لخصة ومسهلة على المشاهدين كيف ناخذها بخطوات سهلة ومنهجية بإذن الله في البداية خلينا نقول حق الناس شوه الذكاء العاطفي عشان نقدر نوصلهم لمنهجية التعامل بالذكاء العاطفي أنا أسميها المهارة النعمة المهارة اللي اليوم الإنسان يستخدمها لجل يوجه فيها هذا التوجيه يوجه عقله مع قلبه مع له مشاعره أو توجيه مشاعره مع عقله هي مزدوجة لماذا هذا كله؟ عشان يقدر يستوعب ويقدر يدرك ويقدر يتعامل مع كافة متغيرات الحياة اللي يتسهل عليه أمور العيش في هذه الحياة متى ما استطاع أن اليوم يتحكم بعقله ويوجه فيها مشاعره ويخلي مشاعره توجه فيه عقله هو استطاع أن يتعامل مع الذكاء العاطفي في أمور حياته تعرفنا على الذكاء العاطفي وتعريفه أن الواحد يكون محكم العقل والمشاعر جميل لماذا أنا كإنسان وكشخص أحتاج أن أفعل زر الذكاء العاطفي في حياتي؟ وايد مهم اليوم أنت من خلال الذكاء العاطفي تقدر تتعامل فيها مع جميع الفئات تقدر تتعامل فيها مع جميع البيئات يعني حتى بيئة عن بيئة مثلا بيئة العمل والبيئة الاجتماعية وبيئة الدراسة كل هذه كيف تقدر تتعامل معها؟ راح يكون عندك نوع من القلق من التوتر من الانفعالات فبالذكاء العاطفي أنت تقدر تجتاز كل هذه الأمور يعني تقدر من خلالها تتعامل مع هذه البيئات المختلفة وتقدر تسيطر على هذه الأمور من خلال الذكاء العاطفي جميل عرفنا الأهمية وعرفنا التعريف لكن أكيد ربما في بعض الأشخاص يقولنا الذكاء العاطفي للسان الطيب الكلمة الطيبة وبعض الأشخاص يقولنا التصرف الحسن أنا اليوم أود أعرف أهم صفات الشخص الذي يعني يمتلك مرحلة متقدمة في الذكاء العاطفي أود اليوم أن أوضح هناك شخص عنده ذكاء عاطفي وهناك شخص مسايس نعم لا فرق كبير كبير الفرق اليوم الشخص اللي تشوفين عنده ذكاء عاطفي يقدر يتعامل مع الجميع بلا استثناء يعني تحطينه في الموقف تشوفين وليدة اللحظة رامي يتعامل مع الموقف ما أحس بتوتر ما أحس بارتباء هذا الشخص تعرفينه هو عنده ذكاء عاطفي وتلاحظين فيه شغلة دايما تشوفين هذا الشخص لنقط قادر يتعامل مع الموقف لنقط يحكم الموقف الذي هو فيه قادرன لنقط يحكم يدرك يعني أنت كيف تقدر تتعامل إذا أنت ما أدركت الموقف أغلب الناس اللي تحصلين ما عندهم ما يقدرون يسيطرون على نفسهم لكن أهو لا أول شيء هو مدرك يقدر يتكيف معه يقدر يتعامل معه فهذا كله عنده نحن نقول مثلا تقبل لهذا التغيير اللي ممكن يصير عنده سرعة بديهية فإنه هو يتعامل معه فهذه شغلة وايد مهمة بالشخص اللي يتعامل بالذكاء العاطبي عدا هذا كله تلاحظين أنه إنسان متواضع ليش؟ لأنه أهو صار عنده تصالح مع ذاته تصالح مع نفسه عنده عقل يقول له قلبه ترى أنت اليوم إنسان قوي نقاط ضعفك كذا نقاط قوتك كذا أنت تقدر تتعامل مع القوة في كذا في هذه الأماكن تقدر تتعامل مع نقاط الضعف في هذه الأماكن فأهو يتحكم في الأثنين فصار يقدر تماما أنه هو وهذا ليس بأي حد يقدر هذا الإنسان اللي يتمتع بالذكاء العاطفي هو اللي يقدر يصيفر على هذه الأمور أنا لاحظ أستاذة نورا في أي مجموعة أصدقاء في أسرة في عمل في كلها مجموعة في شخص معين هو المستمع هو الناصح هذا الشخص أعتقد أنه بالفعل عنده مقاومات الذكاء العاطفي مثلا في الأسرة على سبيل المثال فقط أن بعض الأبناء كأم في أبناء أقرب للأم بكلمة يؤثر عليها يخربط حتى ترتيبات المنزل بسبب أنه أثر على الأم وإشار أشياء كثيرة في ناحية العمل كذلك فيه شخص مؤثر بهذه الطريقة كيف نحن ممكن أن نوصل بالذكاء العاطفي إلى التأثير هذا التأثير وايد مهم أنا أقول لك اليوم الشخص اللي عنده مثل ما قدلت تكون عنده قوة قوة التمييز قوة الملاحظة فمثلا لو نحن على سبيل العمل حين المسؤول نحن بنتكلم من المسؤول للموظف بالمسؤول كيف يقدر يدير فريق العمل بالذكاء العاطفي يقدر يتعامل مع نقول شخص شخص عضو عضو مثلا هذا الفعالي أنا بتعامل معه هذا عاطفي أنا بتعامل معه هذا عنيد أنا بتعامل معه بالذكاء العاطفي لأنه هو يقدر يعرف مشاعر الناس يستوعب مشاعر الناس وبالتالي يقدر يتعامل معهم إذا كان موظف باش شوفين ما شاء الله الكلمة قبلنا لأنه هو قادر مو بيسايس هو قادر يتعامل مع الشخص اللي معه سواء كان معه بمكتبة أو مثلا في مجال عمله أو حتى ضمن الفريق العمل اللي هو معه الشوفين المحبب يرجعونه يتعاون يعلم كذا لأنه هو قادر أن يستوعب الشخص اللي أمامه هذا لو نتكلم في مجال عمل حتى بالمنزل اليوم الأم والأب لهم دور كبير في تنمية هذا الشيء في الطفل الطفل اليوم لما نتعامل معه بذكاء ترجعين سبحان الله تقولين هذا الولد طالع ذكي هذا على قول يأثر على أم وابوه إحنا لما نحاور الطفل لما نخليه يوصل مرحلة يتخذ قرار لما نشوفه متوتر ونحاوم نخليه أوهو يخف من توتر بأنه لا خليك كذا طلع طرق بديلة نساعده للوصول لهذه المرحلة هنا الطفل يبدأ يتأثر فيبدأ يكتسب هاي المهارة مع الأيام شوفين الطفل فعلا وهو اللي قاعد يأثر على أم وابوه بكلمة وحدة هل تأثيره بين أخوته يعني له تأثير بعد نعم فالآخر العنقود أعتقد هذا له هذا دلع آخر العنقود لا بس له سياسة للأم أي وهو سياسة كما حبه للأم بس تحصلين دائما الطفل اللي مش الله يتمتع بذكاء أخوانا يحبونه يحصل اللي يبا من أخوانا من محيط الأسرة من محيط العائلة دائما ولما يطلب يطلب الطريقة الدبلوماسية بطريقة يدخل بمشاعرج ويقدر يسيطر عليه وياخذ اللي هو يبا هذا الطفل الشاطئ الذكي ما شاء الله ويتمتع يتمتع بالنسبة للذكاء احنا نقول هذا الطفل هذا اللي نقاعدين احنا ننشئن هيئة من البداية لما نتعامل احنا معاه على هذا النمط خاصة في مرحلة نقول من 6 لن 10 أو 12 كامتداد اذا تعاملنا معاه بهذه النسبة الشوفين بعد الـ 12 يعكس علينا ما شاء الله هذا هو يتعامل معاهنا بنفس المنطقة اللي احنا كنا نتعامل فيه مع الطفل هي هيك العملية متى ما تعاملت الأم والأب مع الطفل بهذه النسبة من الذكاء ترجع لهم بعد الـ 12 سنة وهو يتعامل معاه فاي النسبة جميل يعني تزرع في أطفالك الذكاء العاطفي رح ينعكس عليهم في حياتهم حتى بالنسبة لها الأطفال يعني بالمستقبل رح يخرج من دائرة الأسر رح يضل في الأسر لكن قضينا رح يجتمع معه مجتمع مدرسي ومجتمع عملي ورح يكون قادر يتعامل ويتكيف حتى لو صار فيه متغيرات أو صعوبات شوفنا قادر أنه هو يتعامل معه لأنه عند ذكاء عاطفي يستطيع التعامل مع المتغيرات ويقبل المتغيرات هذا المتغير سواء في الدراسة أو مثلا في نمط حياة أو في نمط مثلا منهجية قادر أنه هو يتكيف عليه لأنه قابل يعني خلنا نقول قادر أنه يقبل هذا التغير متى ما قبل قادر يتعامل معه نحن ذكرنا الآن في محيط الأسرة ننتقل إلى محيط العمل كذلك العمل له قدر مهم جدا بأن يكون الموظف يتمتع بنسبة عالية من الذكاء العاطفي بينه بين زملاء وكذلك بين المسؤولين معه في العمل كيف أنا ممكن كموظف أكون متمتع بالذكاء العاطفي حتى أنه أصل بمراحل متقدمة يعني ممكن تتشوف شخص ربما له فترة طويلة في مجال عمله ما تقدم لكن الشخص يعني عنده المهارة وعنده الذكاء العاطفي تاج على هذه المهارات وتشوفه بالفعل يتقدم مهارات وسنوات وظيفية سريعة فعلا لاحظي معي بقول لي الشغلة دائما تحصلين هذا الموظف ذكي وأنا دائما أقول مفتاح الموظف الذكاء العاطفي هذا مفتاح من مفاتيح النجاح هذا الموظف تشوفينه خلال أربع سنين من إنجازه من تعامله مع الموظفين من طريقة استفادته من هالموظفين هو قادر أنه يصل كيف يقدر ينميها هو مع نفسه مع متى مؤدرك نقاطه نقاط القوة وين اليوم مدى وعيه بذاته وعيه بالوعي نحن نقول حتى الذكاء الوعي التحفيز الوعي اللي عنده هو أنه كيف يدور السبب والنتيجة والتحليل هذه وايد مهمة أنه يتخليه يقطع شوط في أربع سنين ممكن هو يوصل مراحل كثيرة غير عشر سنين ما وصل مرحلة من مرحلة يوصل لأنه قادر أن يتعامل بالذكاء العاطفي قادر يحلل قادر يستنتج قادر يتعامل مع زملاء مديرة أنا اليوم مديري أهم نقطة أتعامل معه بالذكاء العاطفي مدارة بعض المدارة ميزاجيين أو بعض المدارة يحبون الانتاج أو بعض المدارة يحبون الموظف يفهمهم من كلمة من شغلة معينة اللي عنده ذكاء عاطفي تلقني فيها المديرة فبالتالي هو تحصني وليس محبوب عند مديرة وعند موظفين قادر أنه يحتوي البيئة العمل كلها أنا قلت في دائرة اللقاء أستاذة نورا أننا نحاول نميز بين الذكاء العاطفي ونميز بين السياسة نعم نزين الآن السياسة فيه أشخاص يقولون لا والله نحن ما نحب نساياس نحن ما نحب نجامل نحن ما نحب نصل في مرحلة الوظيفة إلى النفاق الوظيفي مثل ربما نحن نود أن نوعي المجتمع في هذا اللقاء لأن هناك مهارات في الذكاء نحن ما قلنا لك تنافق نحن ما قلنا لك تجامل لكن فيما يخدم مصلحة العمل شوفي أنا شوي بس توقفت بهذه النقطة نقف نأخذ وجهة نظر أستاذة نورا نعم فعلا هناك فعلا حد يقول أنا ما عرف أسايس لأن للأسف أحيانا أنا أقول لك الذكاء العاطفي وأنت مسكت على الوتر الحساس سلاح ذو حدين هناك أناس فعلا يستخدمونه من أجل أمور شخصية وهذه الأمور الشخصية تكون مع المدير وهو ذكاء عاطفي بس في مصالح له فهنا يقول لك أنا ما أقدر أسايس لا أنت متسايس بس هو يستخدمه كمسايسة للمدير ليصل ما يريد وهناك بالفعل الإيجابية منها اللي هو يتعامل مع المدير بمتطلباته اللي هو أنا ألبح احتياجات العمل فيها فمتى ما كان إيجابي فعلا إحنا نقول هذا موظف ممتاز متى ما كان أسايس إحنا ما أقول سياسة وإنما في نوعا ما من الذكاء أنك أنت تاخذ الشيء اللي تباب بمصالحك الخاصة فهني أنا أقول ساعات هذه سلبية في الذكاء العاطفي هذه من السلبيات من السلبيات في سلبيات أخرى في الذكاء العاطفي نعم كثير أنا اليوم أقدر ألعب بمشاعر أجفال الذكاء العاطفي لأن الذكاء العاطفي أنت تفهم الشخص اللي أمامك أنت تستوعب من مثلا مشاعر عواطفة فكوني أنا اليوم أعرفت وعرف كل حركاتك ودارستنها صح أقدر أأثر عليك أقدر ألعب مشاعرك أقدر يعني اليوم أخذ مثلا نقول الشيء اللي يباعي وقب خلاص فهذا ويد يأثر حتى اللي عندهم ذكاء عاطفي إذا ما قدروا يسيطرون عليك في كثير من الأحمال ينصلوا مرحلة الإحباط وهي هنا مشكلة لأنه يصير عندهم مثلا المفعالات يصير مش ذكاء عاطفي ذكاء انفعالي يبدون في مراحل القلق والتوتر ذكرتي أن مراحل القلق والتوتر اللي لا يتقن الذكاء العاطفي لكن نحن ودنا اليوم نعرف محاصن الذكاء العاطفي أهم المحاصن بالفعل أن الشخص اللي يتمتع بهذا الذكاء العاطفي قد تأتي بهذه النتائج الإيجابية عليه على الصحة النفسية على أداء في العمل أهم الحسنات يأثر أنا أقولك الذكاء العاطفي لو نتكلم فيك إيجابيات يأثر على عقلك على وعيك الذاتي على صحتك النفسية على بيئة العمل لو أبدأ أنا اليوم أول شغلة وعيك الذاتي بيصير عندك وعي كبير ومدرك لكل متغيرات الحياة فبيصير فيه تقبل هذا احنا نقول من إيجابيات الذكاء لأنه راح يصير فيه تعامل إدراك وفهم لو أنا أتكلم اليوم مثلا كمجال نقول الصحة النفسية الإنسان اللي تشوفينه مضطرب ما عنده تعامل ما يعرف يتصرف بالموقف هذا إنسان يأثر على صحة النفسية لكن بمجرد ما كان يتمتع بالذكاء العاطفي هو قادر يسيطر على أمور العاطفة من قلق توتر من مثلا صار معا تغير اضطهاد غيرها قادر أنه هو يسيطر هذه الصحة نفسية فهو وايد مهم يكون معاه كبيئة عمل قادر أنه يوصل لأعلى المراكز من خلال الذكاء العاطفي تحامل مع الآخرين اليوم أنت لو ما عندك ذكاء عاطفي خلنا نقول ممكن ناس يستغلونك ممكن ناس يأذون مشاعرك ممكن أنت تكون مع إنسان تبقى توصل تبقى تفهمه بس مش قادر تحس نفسك مقيد أن يا الله أنا كيف مبقادر أستوعبه حتى انفعالاته يحشوفين الموقف محتاجه انفعال وهو مبقادر ينفتعل لكن بالذكاء العاطفي هو قادر يتعامل مع الموقف وهو وايد مهم نحن تكلمنا ما زلنا في محيط العمل صراحة محيط العمل لأنه ليش راح نتشعب فيه لسبب معين لأنه في أجناس مختلفة جنسيات مختلفة بيئات مختلفة رعاية مختلفة لذلك هذا التنوع الثقافي لأنه أصبحت مؤسستنا عالمية الحقيقة فكل شخص يحتاج إلى أن يتلائم مع هذه البيئة العملية ذكرنا نحن بين الموظف والمسؤول كيف الموظف مع الموظف؟ أدي أمثلة أستاذ نورا أمثلة بسيطة اليوم أنا مثلا الموظف اللي معاي ما يبقى التعاون معاي إذا أنا قادرة أو اليوم أدخل بمشاعر وأبين لحسن النية من خلال الذكاء العاطفي أنا قدرت أتعامل معاه أقرب مثال بيعلمني الشغل بيعطيني الشغل في محيط العمل أحيانا صير في غيرة بين الموظفين إذا أنا بذكاء العاطفي قدرت أتعامل معاه وأحسسه أن لا أنا مو بمثلا يأخذ مكانك أو أنا مو بيأي أصعد مثلا على شغلك أو على نجاحك وأن الميدان يسع للجميع أنا قدرت أتعامل مع الموظفين في نفس مجال عملي هذا أبسط مثلا أنا قلت من خلال الذكاء العاطفي يقدر يتعامل فيه مع الموظفين في نطاق العمل حتى لو كان معاه موظف شافه مثلا مضطرب يقدر أو هو يتعامل معاه لا لا تحاتي إعزل أمور العمل عن أمور المنزل مثلا أو الأمور الخاصة فيك ترى هذا يتأثر عليك نصيحة له بعقلانية وما تكون نصيحة عالي فمن خلالها يقدر يوصل الموظف اللي معاه وينتفع خلال نقول يكونوا فريقهم الاثنين مع بعض حتى يكون فيه تعاون في مجال العمل المسؤول إلى الموظف كيف طبيعة تتلال دائما عندنا صفة عام الموظفين فوبيا من المسؤول دائما الموظفين لا أنا خافة سوي المسؤول يمكن يفهمني غلط أو المسؤول يمكن ما يعجبه شغلي أو المسؤول اليوم يمكن يسمعني كلام ينتقدني لأنه دائما فيه نظرة أن المسؤول ما يتفهم موظفينه فبالذكاء العاطفي أنا أقدر أوصل للمسؤول هذا كمسؤول أما كمسؤول لموظف نعم حتى هذا أنا أعطيه شعور الأمان أعطيه شعورك تحفيز منه عشان أخليه يعرف أنه أنت اليوم مبدع أنت اليوم تقدر تعطي مثلا أنا متردد لا تتردد تعال أنا راح أتعامل معاك أنا راح أعلمك أنا راح أوعيك أنا راح أرشدك اللي عنده ذكاء عاطفي يقدر يكسب كل الموظفين وتشوفين كلهم يحبونه هذا المدير الناجح لأنه يتعامل معاهم بذكاء عاطفي كان اليوم موظف عنده ظرف أنا بذكائي أقول لما عليه اليوم أنا راح أراعيك لكن إن شاء الله راح تأوضني فيصير فيه حتى جذب بينه وبين المسؤول هذا كذلك الموضوع المشاركة الاجتماعية ربما فيه أفراح هذا الموظف ربما فيه أمور أخرى تأثر على نفسية الموظف بالفعل يحرص المسؤول على المميت والقائد على دائما أن يكون قريب من أفراح هذا الموظف حتى ربما إن كان فيه موقف محسن لهذا الشخص أكيد بقول إن شاء الله لو تلاحظين حين أغلب مؤسساتنا في دولة الإمارات استوينا نعتمد على سياسة الذكاء العاطفي بالعمل مع الموظفين سواء من موظف لموظف أو من مسؤول لموظف من خلال هذا الذكاء أقل شيء نقولي مثلا الحياة نقولي جودة الحياة جودة الحياة جزء منها الذكاء العاطفي لما أنا أقول أوفر الرفاهية وإسعاد الموظفين في بيئة العمل جزء منها يلعب دور الذكاء العاطفي كل هذه الأمور متى ما توفرت في بيئة العمل وهاي حاصلة حاليا في دولة الإمارات شوفين ما شاء الله نحن مع إشاراتنا مرتفعة في العمل شوفين ما شاء الله أنتاج المؤسسة غير ولاء الوظيفي صار غير عن قبل صار في الموظفين عندهم ولاء هذا كل من وين يطلع الولاء المدير بسياسة بذكاء العاطفية تعامل مع الموظف ومع بيئة العمل شوفين هذا صار موجود جميل أستاذ النور الحقيقة فصلنا الموضوع من ناحية أسرية ومن ناحية عملية ومع المجتمع كذلك كل يعني الآن قد تمر في الحقيقة أستاذ النورة بعض المواقع بعض الاختبارات على الإنترنت فيها نسبة قياس الذكاء العاطفي هل هناك أصلا مؤشرات وهل هذه الاختبارات فعالة لقياس مستوى الذكاء العاطفي نعم إذن حلت بطريقة صحيحة وبالفعل هذه من أحد الأشياء المهمة حتى أنت عشان تطور ذكاءك العاطفي لما تبدأ تقيسة تعرف وين مثلا نقاط الضعف وين المؤشرات مثلا وين أنت قاعد تتأثر وين أنت مثلا تحس مشاعرك تميل أو مزعزعة ومتى ما حليتها بمصداقية وإحنا دائما من أحد المبادرات دائما نقولها عشان تطور ذكائك اطلع حل تقييم شوف مؤشراتك هذه وايد تساعدك إذن حلت أنا رح أعرف وين مثلا نقاط الضعف أقويها وين عندي زعزعة أقويها وين مثلا أنا أحس أن فيه خلل بعد رح أقويها كل هذه الأمور بالفعل تلعب دور كبير هذا أحد الجوانب نقول فيه تطوير الذكاء العاطفي عندي نعم إذن الذكاء العاطفي يحتاج إلى استمرارية إلى تطوير نعم لكل زمان ساريبه والتفكير الواعي بكيفية التعامل معه كيف ممكن؟ دائما التفكير الواعي أن أنا كل الأمور أخذها بسبب ونتيجة شو المسببات؟ لأن أنا عندي عقل عقل يفكر مرتبط بمشاعر مشاعري ما تتحكم بعقلي والعقل يتحكم مشاعري أحلل أستنتج أستنبط أتعامل جميل حقيقة أستاذ النور السعيدة بهذه السلسلة الأسبوعية من اللقاءات وكل موضوع الحقيقة كل أسبوع مميز عن الآخر فيه يلامس المجتمع يلامس الإنسان والفرد الذي يحب أن يكون فعال في الحياة له دور بارز له إيجابية له حضور كلمة أخيرة ونصائح للمشاهدين حول الذكاء العاطفي اليوم أنا رح أقولكم دائما مفتاحك للنجاح في كافة أمور حياتك الذكاء العاطفي تعامل مع حياتك بنظام الذكاء العاطفي رح تعيش مستقر ومرتاح كله شكرا لك شكرا لك إذن أعزائي المشاهدين من هذا اللقاء مع الأستاذ النور القصير نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حديثا سنلتقيكم إن شاء الله بالغد بمشيئة الله تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل مع السلامة ترجمة نانسي قنقر